السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله نشرح لكم السلسلة رقم 18 قبل ان بدأوا لا تنسوا تشاركوا على القناة كود ماروك كاريب اللي على اليوتيوب و تديروا جايب الفيديو أول شيء سوف نترضق لها في هذا الموضوع نسبة لها الأسئلة ومأسئلة المحاكين للمسيحان اللي يعطوهم لي المطر الشيحي اللي يدوزوا المسيحان بسيارة التعليم او اللي يتابعونا على القناة كود ماروك كاريب يقولون لي قلناك نحفظو في الكود و ملقيناش بعض الأسئلة كيف تهم عليها ونحاول نجيب لكم صورة نجيب لكم ذلك السؤال ونجيب لكم صورة مطابقة ذلك السؤال ونحطوهم لكم باش نشاء الله يسهل على الجامع بالنسبة للجامع اللي عنده شيء أسئلة جدا حاوليكم ملطينا في القناة او اللي عنده شيء سؤال معرفوش يكتب لنا في القناة بالنسبة للأرمى فمشة السؤال ونشاء الله نحاولو نسهل الجامع نبدأوا على بركة الله بشرح أسئلة المسيحان السؤال رقم واحد من اللي نبدأ نحسب العلامات الأولى ديال العياء نسرع باش نوصل في أقرب وقت موكين الجواب واحد ننقسم السرعة ونكمل طريق طريقين القدام الجواب جوج نوقف قد تسمح ليه فرصة بشرتاح قليلا الجواب ثلاثة في هذه الحالة ما بين يقولون بديدك الحسب العلامات الأيية ديال ما نقولون نوقف بشرتاح لا نسرع لكي نوصل لا يكون خطر يكسب السرعة ونكمل الطريقة لا قصلي ضروري ونوقف بشكل نساح هنا الجواب الثلاثة هو رقم ثلاثة نوقف غير تسمح لي الفرصة بشكل نساح لماذا لا يقف غير تسمح لي الفرصة ؟ لان بعد اختارات فطر قصيان فطر قصيان تكون باحة استراحة في كل تقريبا 20 كيلوان كل 20 كيلوان يقوم باحة استراحة لكي يمكن ان يرتاح فيها عندما يتلقى استعجالي لم يكن يرتاح فيه لكي يستعب فتح حديثة منها لذلك لم يكن حدثة استعجالي خاصة غير حادثة فهذه الوضعية يمكنني أن يبدو صحيح على الليسر نعم الجواب واحد لا الجواب جوج لان سأخذها أسهل أسئلة كما ترون العلامة فقد أرى أفضل المسلك ونظر المسلك فاقم المسلك فإن لم يكن ينظر المسلك كما أقول للمسلك فاقم المسلك فاقم المسلك فاقم المسلك فقط اذا كنتم في اي سؤال جاوبوا دير بوز وجاوب قبل ان اعادشوا الشرح فهذا الطريق الضيقة واللي فيها العراجات يمكن لي مشعال في وقت واحد أضواء الطريق وأضواء الدبابة الأمامية نعم الجاوب واحد لا الجاوب جوش منسبة الدرس ديال الدور اللي درته لكم في القناة منسبة الادواء قلنا كنت الادواء التقابل وادواء الوضع وادواء الطريق التقابل كان ضوء بي داخل المدينة موضاءة أو غير موضاءة وخارج المدينة إذا كانت سحاب أو متقابل مع عشعة عربة أما الوضع كانت سوء بي في حالة واحدة داخل المدينة إذا كانت فيها بطاية ضوش عالين إذا كانت فيها الإنارة فلا تسوقوا بها ضوط طريق قلن سوقوا بها خارج المدينة إذا كانت مطلابة حال هذا ما هنا وهنا هي مطلابة وقد وجدنا أحد الملعالج إذا الملعالج منوع فيه ضوط طريق كنت نعمل فيه غير ضوء يتقابل هنا لا يتم ملعالج واحد لك أدواء عراجات ما يكونوا العراجات واحد وجوجو ثلاثة واربعاء أخرى ما يكون لدينا العراجات فلا تسوقوا ضوط طريق منذ تنكسها طباعة تنكسها طبيعة تنكسة طبيعة العجازية لتنكسس من البطاعة تنكسة طباعة التي نشعر نفسها فهذا الحالة يمكن أن نقوم بتجاوز هذه الشاحنة نعم الجواب 1 لا الجواب 2 فهذا الحالة يمكن أن نقوم بتجاوز هذه الشاحنة لماذا؟ لأننا في طريق نتجاه 1 يمكن أن نضبط في مرعارش أما إذا كان طريق نتجاه 2 فهذا الحالة يمكن أن نقوم بتجاوز هذه الشاحنة هنا يمكن أن نقف على المرعارش بعد مرضى جيلين نعم الجواب 1 لا الجواب 1 هنا يمكن أن نقف على المرعارش بعد مرضى جيلين هنا يمكن أن نقف فيه بعد مرضى جيلين هنا لدينا العالمة علامة الملع منوع التوقف علامة الملع تسمى علامة موضعية تطبق من العالمة إذا كان من العالمة هو الملع مطبق فهذا العالمة هو الملع تطبق لا يمكن أن نقف فيه حتى الملتقى الطرق إذا بعد مرضى جيلين هذا البلاسكول لا يمكن أن نقف فيها يمكن أن نقف أيضا نقف عفونا هنا يمكن أن نقف إذا نقف مصموح هنا من الملع توقف أما يمكن أن توقف لا يمكن أن توقف يمكن أن نقف هم لا هنا يمكن أن نقف إذا بعد مرضى جيلين يمكن أن نقف لحط شراز جيل ولكم يطرق لي بشرط لا نعرق حركة السير إذا كنت تريك مواسعة لا يمكن أن نوقف ونجعل سيارة الدوز ونعرق حركة السير لكي نشرح لكم هذا السؤال هذه ملوعة توقف الوقوف مسبوح الوقوف يتملع وخاء يكون مسبوح إذا كنت تعرق حركة السير إذا كنت تبقى سائق اشتراس تعرق حركة السير لا توقف لا يمكن أن توقف حركة السير توقف حركة السير أضواء مطفية سوف أعطينا الأسباقية ليمن نعم جوب واحد لا جوب جوج ليسر نعم جوب ثلاثة لا جوب أربعة بالنسبة لدينا أضواء مطفية إذا أضواء مختامين لدينا عامة أعطيها الأسباقية تقول لك هذا العامة ليمن وليسر إذا كنت لا توقف حركة كيفية العامة هنا العامة تقول لك ليمن وليسر ليمن وليسر واحد ثلاثة قبل عبور ملتقى الطرق يمكنني أن نبه بدون طريق نعم جوب واحد لا جوب جوج دائما في الطلب يمكنني أن نبه بدون طريق يمكنني أن نبه بدون طريق ونبه بدون طريق بدون طريق لكي نبه بدون طريق ونشعله ونطفية تسمى فاركود هذه هي إشارة ضوئية لكي نضرب ونحبس لكي نستعمل الطريق لكي ننظر نكشف ننظر من قسم السرعة جوب واحد ننظر جوب جوج كيفية عامة حركة السيرة بالتناوب ندوذ بحادر ندوذ بقسم السرعة اذا نقسم قسم السرعة ندوذ بحادر حركة السيرة يقف هذا من الواجب أن نتخذ المسار اليسر نعم الجوب واحد لا الجوب جوج هنا يقوم بإرشاد يقول لهم جوج للمسالك هنا ولم يريدون هنا أو في ليسر جوج بيوم يمشي على بعد 400 متر طريق أتكحز بحال ما تتبقى غادي تتبقى هنا تلك الطريق داروا فيها الأشغال ويقوم بإرشاد يقوم بإرشاد لا يريدون أي شيء أشغال يقوم بإرشاد الدرس إذا من الواجب من نقطة في عليا نعم على 400 متر بإرشاد نقوم بإرشاد من الواجب نقطة في عليا نقوم بإرشاد ل Brahz هذا يريدون بإرشاد هنا نقوم بإرشاد مع بإرشاد لنأخذ المسار على الاسر عند ملتقة الطرق الذي جاء يمكن أن يلدوز على الليمون نعم الجوف واحد إلا الجوف جوج هناك كيف يبدأ علامة الملع من المرور على الليمون يمكن أن يلدوز على الليمون ولكن ما يقصدون بها؟ هذا علامة كبيرية الذي يتعدى الوزن الدياله 3.5 هنا يفتح على رخصة سياقة مصنف باء وهو البيرمي رخصة سياقة مصنف باء تسمح لي السوق العربة لا يمكن أن تعدى الوزن الدياله 3.5 وهي 3500 وعادة المقاعد لا يمكن أن تعدى تسعود المقاعد زيادة على مقاعد السائق وبالنسبة الآن العمر يتعدى 18 سنة هناك هناك فهد الحالة قال لك الذي يتعدى الوزن الدياله 3.5 لا يضع على الليمون هناك سيارات الوزن الدياله 3.5 الوزن الدياله يكون فهد الحالة 3.5 يمكن أن تضع على الليمون عند ملتقى الطرق يمكن أن تضع على الليمون نعم هذا يمكن أن تعدى 3.5 وليس يدوره يمكن أن تبع السيارة البيضة لتجاوز شاحنة نعم لا لا لتجاوز هذه السيارة البيضة لتجاوز لتجاوز لا فهد الحالة لا خط هذا يمكن أن تجاوز ويمكن أن تجاوز لدينا علامة بنوع التجاوز موقعتها وضع لها فلنت قال لك إن شيء خاطر لا شيء يشغل قال لك لا تضع لك هذه السيارة ارتكبت مخالفة لا يجب أن تجاوز لتجاوز سنطبق القانون لأنه يمكن أن تجاوز جوز صحيح هو رقم جوش يمكن أن تجاوز لا خطر يمكن أن يأتي من ليمن نعم لجوب 1 لا لجوب جوش من ليسر نعم لجوب 3 لا لجوب 4 ديما علامة الخطر كي يكونوا من ليمن وليسر في حالة واحدة لديك الخطر كي يشوف تجاوز أما بالنسبة الرضيح كيف يمكن أن تحكموا فيه رأي عافوه رضيح يجيهم من ليمن وليسر يمكن أن تجاوز من ليمن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لذيح مرة لا تعرفون من يجيه من ليمن وليسر دائما يجي من ليمن أو من ليسر ولكن بركو ما غيرا يمن بواحدة ولا من ليسر تجاوز ليسر لذيح لجوب صحيح وهو 1 و 3 طريقة تضياء من ليسر نعم الجوب 1 لا فلان اعجاب على مضيف اليمان لا يقوم بطريقة ثم فائدة فلان يظهروا الطريقة النصف خطوطة بطريقة ترغب لان يجوش يضيقوا طريقة يجولوا طريقة فترة لان ليسوش خطوطة طريقة ثم يضيقوا على مضيف يمكنني التواجد لوجد ضوء أحمر ضفراف نعم الجوب واحد لا الجوب جوش كما تصيبها هذه اللي فيها شرطة فكتبين لك بينا السيكة حديدية قرض بطيلها وقريب السيكة الحديدية أنا كنلقى واحد الأدواء ضفراف كي بينا لك بينا رادتو الحمر كتبين لك كي بقيس نيرك بالحمر فكتبين لك توقف علامة دوس 3 أما إليك الطافين فكتبين بحاضر من قسم الصرعة والدوز الجوب واحد نوقف الجوب جوج هذه العلامة قلنا علامة مؤقتة كلهم علامة صفراء هذه العلامة وخافية الحمر والبيضرات هي مؤقتة غير حطينها هنا لم يسألون الأشغال وحيدوها ماذا يمكن ليندوز؟ ماذا يمكن ليندوز؟ ما جاءتها شي سيارة واصلا هنا يدين لك الساب غادي طول وساب غادي طول إذا تركه ما تجيبش نقسم الصرعة وندوز بحاضر لنوقف ما عنديش عناش نوقف لأن تركه ما تجيب أما إذا كانت تجيب نوقف في حالة إذا كانت شي سيارة جايخس لنوقف ونخليها ندوز لأنه لا يقف مثلك ديالي ماذا يمكن ليندوز يمكن ليندوز نترك أضواء الضبابة مشعولة نعم الجواب واحد إلا الجواب جوش بالنسبة ماذا يكون لدينا الضبابة وطلج قلناك ليندوز أضواء الضبابة الأمامية والخلفية اشتاء غير أمامية زائد هاتش يكون لنزيد عنهم التقابل بالنسبة ليندوز أضواء الضبابة إلا درس الليمن سوف نأخذ إلزامية للطريق عندها إتجاه واحد نعم الجواب واحد لا الجواب جوش لكن ما كيف قال لا لدينا علامة الإجبار إجبار ينظر على الليمن وهنا لدينا ألتين نمشي هكا بالنسبة إلا درس على الليمن سوف ندخل إلزامية للطريق لا إحزائي لذلك نعم لا لذلك لذلك لا نعم لذلك حتي لذلك نعم نعم إذا الجواب صحيح هو رقم جوج إذا ندرس على الليمن سنأخذ إلزامية لتركتها تجاه واحد للا ماشي إلزامية لتركتها تجاهين نستعد باش نسمح اللي جاين من الليسر يدوزه نعم الجواب واحد لجوج هناك ما كيف يبدو في هذه الحالة في غيّن أي تشوي지 على طونق يمكنكم التركتز På Luis نستعد لنستمح ولن يجغ amended ليسر حيط ليسر رقم Til أنا هو ليل جاكان خطو ألق وإلزام أنا ليل جادي ونيبن إلى هذا هو هذا أنا ليل جادي ونقد Polish ليسر ذقمчик قصيد كاف أنه يعني ليل جادي لكي نعرف القاعدة التي تطبق في هذا الملتقى الطرق نستعد للصيوة نعم الجواب واحد لا الجواب جوج بالنسبة للصيوة رغي جي فرض بيع كتكون الشاتطريق وغادي بسرعة ديني للصيوة ليس يبال لك ها هو الملتقى لا تقدرش سيارة جميلة هنا وهو الملتقى هنا كنت يبقى بطول أما كتقول لك ها لما تعطين قاعدة ولا لا لكن لكي يبقى بالنسبة للعلامات والخطوات عما الصيوة فراغي كتب الكتريق يمكن لي الجوز نعم الجواب واحد لا الجواب جوج بالنسبة لدينا على بعد مئة متر طريقة تولي كتديو تولي ذات يجاهين وطريقة تجيب هذا نمى هنا في هذا الاشارة لدينا جوج لدينا جوج لكي يديو ومثل كي يجيب هذا كي يسمى مثل الكستير العادي لذلك دائما نسوقه فيه نحن نسوقه في هذا المسلك هذا المسلك الثاني اسمه مثلك تجاوز غيره في الضوء ونرجع البلاستي إذا كنت تجاوز ونرجع البلاستي قال لك على مئة متر يعني مثلك التجاوز ونرجع البلاستي ونرجع البلاستي هم لكينين هنا ثلاثة البلاستي وتخطم التساصل ثلاثة بمئة متر وعاد يبقى مأتسائل يجب ان يكون الوجو هكذا . ونرجع البلاستي عندما أبدأ ثلاثة البلاستي ثلاثة البلاستي يمكن بخطبت أجام لذا لا أكثر لدينا هاتي فرتبط فرورة ، ونرجع البلاستي كلام تمام كنت تعرف لنشاهدنا لدينا على م 제일عجب وإن شاء الله نشرح لكم السلسلة المقبلة وهي سلسلة ١٩ اشتركوا في القناة